وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من سعر رسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 689 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 752 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 47 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأرز الأبيض تم ضبط 634 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 81 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 917 قضية من بينها 243 قضية خبز ناقص الوزن و272 قضية خبز غير مطابق للمواصفات